أرجوك لا تؤذيهما سأنتظرك إذا تأخرت أكثر من شهر سأتحرك من تلقاء نفسي غادرت القصر وقلبي معلق بطفلي ووالدته والدي لن يتوانى لحظة في الإجهاز علي فهو ليس لديه ما يخسره بعد الآن مرحبا أنا آدم بعد أن تزوجت بابنت عمتي أحلام حملت من عامها الأول لكن جدتي رفضت هذا الحمل وطلبت منها أن تسقطه وعلى طاولة العشاء سألت جدتي مجددا لماذا يا جدتي تريدين منا أن نسقط الجنين؟ أخبرين إنه سيولد مثل عمك وأخاك وما يدريك ربما يولد بصحة جيدة إنه لعنة لا يمكن أن تنجو منها أي لعنة؟ إنها قصة طويلة لعنة أصابت جدكم من قبل إذن ما دخلنا نحن في جد وما قصة هذه اللعنة؟ في القديم تزوج جدكم بإمرأة وكانت ساحرة لم تلد له طوال فترة زواجهما فذهبت إلى أعالي الجبال وأحضرت حيوانا بريا أعطته بعض العقاقير وألقت عليه بعض التعاويذ الشيطانية فأصبح مزيجا بين إنسان وحيوان كما أنه يستطيع أن يتكلم ويمشي كالإنسان أحيانا وأحيانا على أربعة أرجل كالحيوان قامت بتربيته رغم رفض جدكم لذلك وفي أحد الأيام ولدت بقرة في المزرعة سهر جدكم طوال الليل معها وفي الصباح عاد لفراشه كي ينام أما ذلك الحيوان فقد استيقظت غريزته وشم رائحة العجل الصغير فهجم عليه وأكلها سمع جدكم خوارها فركض نحوها وهاله ما رأى فقتله على الفور غضبت زوجته من فالته فألقت عليه تعويذتها عليك لعنة أنت وذريتك فقام بتطليقها ومنذ ذلك اليوم أصبح في كل جيل يولد لابن البكر مسخا بسبب لعنتها وقعت لعنتها علي في إنجاب ابني البكر ثم تزوج أبوك ووقعت اللعنة عليه أيضا في أول أولاده وعمتك والآن دورك ولكن ربما سأنجب مولودا عاديا وما يدرينا إذا أسقطته الآن لن تستمر اللعنة في المولود القادم الأمر بيديكما أنا أخبرتكما بحقيقة الأمر وأنتما قريرة عدنا أنا وأحلام لغرفتنا نفكر بما قالته جدتي لنذهب للطبيب ونضع الفحوصات سيظهر إن كان إنسانا أو مسخان حسنا سنذهب في الغد ونتحقق من الأمر في الصباح توجهت وأحلام للمستشفى قامت بالفحوصات لكن دون جدوى لم يظهر جيدا وصلنا تكرار العملية طوال فترة حملها كانت تظهر النتائج معتمة لنتوقف عن فعل هذا أمرنا بيد الله عندما يولد ننظر في أمره لكذلك إذا كنت ستصابين بأداخل لحمله سنسقطه مر حمل أحلام على خير وجاء موعد الولادة كنت وجدتي على أحرمين الجمر في انتظار المولود الجديد جاءت عمتي عند سماعها بموعد ولادة ابنتها أحلام هل عرفتم شكل المولود؟ ليس بعد ستخرج بعد لحظات خرجت الطبيبة وهي في حالة ذعر لم أرى مخلوق مثل هذا من قبل هل زوجتي بخير؟ نعم تستطيع أن تراها الآن دخلنا جميعا فوجدت أحلام تحتضنه بين ذراعيها انظر لبراءته أيعقل أن هذا المخلوق الصغير يقوم بإيذاء أحد؟ لا تتعلق به كثيرا يا ابنتي في النهاية يجب أن يموت أنا وأدم من نقرر إن كان سيعيش أم لا نظرت إلي أحلام بحزن انظر يا آدم لنعتني به أتذكر نظرات عمي وهو يتوسل إلينا بل يجب أن يموت قبل أن يقتلك أو يقتل شخصا آخر استدرنا فإذ به والدي في حالة مزرية أبي ما كل هذا الغياب لم أستطع البقاء معكم بعد الذي جرى لكن كنت أتطبع أخبارك أولها بأول حتى سمعت بزواجك مع أحلام ولما لم تأتي لحضور زفافي؟ لم أشأ إثارة المشاكل في يوم فرحك لكن هذه اللعنة يجب أن تموت إلى متى سنبقى نقتل فلذات أكبادنا أخي محق أن يموت الآن أحسن من أن يكبر وتتوطد علاقتكما به هذا الذي تتناقشون على قتله ابني لن أسمح لكم بفعل هذا غادرت جدتي أولا دون أن تتفوها بكلمة فكر بالأمر يا آدم ودع أمر قتله علي نادى والدي على جدتي أمي انتظريني لحظة لكنها ذهبت دون التحدث إليه فلا زالت غاضبة منه منذ ذلك اليوم نظرت إلي أحلام بود أرجوك يا آدم سنعتني به ولن يؤذي أحدا حملته بين ذي رعاي لم يكن سيئا لتلك الدرجة كان أقرب للإنسان أكثر من الحيوان سأبحث عن هذه السحرة وأطلب منها إزالة هذه اللعنة عدنا للقصر فوجدنا والدي في البهو بانتظارنا ها ماذا قررت؟ سأبحث عن العجوز التي ألقت علينا هذه اللعنة لا أريد لأولادي وأحفادي أن يحدث معهم ما يحدث معنا لقد رحلت ليست على قيد الحياة سأبحث عن حل نهائي لهذا وبقتلك لابني لن تنتهي اللعنة تحدثت لجدتي بخصوص الموضوع هناك شيخ يسكن في قرية بعيدة ربما سيساعدك في إزالة هذه اللعنة ودات أحلام وطلبت من عمتي وجدتي أن يعتنوا بالطفل ووالدته أنا خائف من والدي أن يقوم بإذائهما سأذهب للبحث عن الشيخ وأحضره ليزيل هذه اللعنة نهائيا خيرا ما فعلت اعتني بنفسك توجهت نحو والدي وأخبرته بأنني سأغادر أرجوك لا تؤذيهما سأنتظرك إذا تأخرت أكثر من شهر سأتحرك من تلقاء نفسي غادرت القصر وقلبي معلق بطفلي ووالدته والدي لن يتوانى لحظة في الإجهاز عليه فهو ليس لديه ما يخسره بعد الآن توجهت نحو الشيخ الذي قالت عنه جدتي بحثت عنه بين القرى أسبوعين كاملين حتى وجدت القرية المطلوبة سرت بين منازلها حتى وجدت كوخا قديما علمت أنه لذلك الشيخ دخلت إليه مرحبا بك كيف يمكنني مساعدتك؟ أخبرته بكامل القصة فطأطأ رأسه وقال للأسف لا يمكنني مساعدتك في فك هذه اللعنة لكنني سأفيدك بمعلومة واحدة هذه اللعنة لا تقع إلا في الإبن البكر لذا عليكم إجهاضه من البداية حتى لا تتعلق به ولكن ابني ولد وهو بصحة جيدة ليس باليد حيلة عليك أن تتخلص منه وسيرزقك الله ابنا آخر وهكذا عدت إلى عائلتي مجددا كان الجميع ينتظرني بفارغ الصبر أخيرا عدت يا آدم عليك أن ترى ابتسامة ابننا لا داعين لا أريد رؤيته مجددا ما الذي فعلته يا بني هل وجدت حلا لهذه اللعنة؟ أبي أرجو منك أن تتخلص منه دخلت إحدى الغرف وأغلقت الباب وأنا أبكت وسمعت أحلام وهي تصرخ أترك ابني لا تقتلوه ثم سمعت طلق النارية لا بد وأنه مات أصدقائي عمري الآن 54 سنة ولدي ابنان وثلاث بنات وما زالت العادة في عائلتنا أن يقتل كل زوجين ابنهما الأول أو يجهد حملهما الأول قبل أن يكبر حتى لا يتعلق به ترجمة نانسي قنقر